قد تكون هذه أولى صور الانفراج في أزمة اللاجئين على الحدود البلاروسية البولندية فها هنا بدأت عملية الإخلاء الأولي المؤقتة لطالبي اللجوء في مؤشر يوحي لبدايات الأزمة الإنسانية التي ألقت بظلالها على الدول الأوروبية على مدار أسابيع يتم نقل هؤلاء إلى أماكن أكثر إنسانية مما عاشوه في العراء وذلك دافع المئات ممن قرروا شد الرحال إلى بلادهم العراق قبل يومين وقد كان دافعهم للهجرة تحسين أوضاعهم المزرية قبل أن يفروا منها إليها مجددا محملين باليأس وكثير من تفاصيل الإهانة التي تعرضوا إليها بحسب ما يقولون إذ تركوا في العراء تحت البرد الجليدي للمنطقة وتعرضوا للضرب من قبل القوات البولندية والبيلاروسية على السواء بل وقضت إحدى عشرة ضحية نتيجة تلك الظروف القاسية لكن منهم من يفضل تلك الظروف على العودة إلى الديار يقولون إنها أرحم من الحروب وعدم الأمن والاستقرار فضلا عن غياب أبسط الخدمات ومتطلبات العيش الكريمي بعد أن ذلك لم يقنع الأطراف الأوروبية والبيلاروسية المتناحرة في إيجاد حل للأزمة إذ بدت كما لو أنها منشغلة بالتراشق بالاتهامات ومحاولات الإخضاء المتبادلة ويبدو أن الأمل الوحيد للخروج من الأزمة برأي المهاجرين تدخل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الخط بالنظر لإسهاماتها لحل أزمات مماثلة ترجمة نانسي قنقر